السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى دماء أمركم تكون باخر والاخير مرحبا بالجميع معي في القناة اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيتكم بوصفة بالبتاطا كتجي هائلة بزف سنحضروا ان شاء الله وصفة لتقدروا تقدموها كوجبة العشاء او للوجبة ديال الغداء ترفقوها ان شاء الله مع السلطة لتكونها كمنعشة فبصراحة كتجي من الات الوصفة اللي ممكن انكم تحضروها بسرعة وبدو اللحوم كيف ما كتشوفوا معي القوام ديال الوصفة ديالنا فهي هذه تقدروا تعتبروها ميني غاتان بالبتاطا فبصراحة الشكل ديالهم كيجي زوين والمدق ديالهم انا ما نعودش لكم كيجي من اروع الوصفات ديال البتاطا اللي ممكن انكم تحضروها في الفرن ما كتحتاجش منكم بزاف ديال وقت قدي تشوفوا معي ان شاء الله طريقة ديال تحضر ديالها والمكونات ديالها من طبيعة الحال كنتمنى لكم فورجة ممتعة وما تنسونيش اخواتاتي من اللايك ديالكم وبارتاج لها الفيديو باش هكا تشجعني نقدم لكم المزيد من الوصفات دبي الله ومعين تعرفوا على الوصفة ديال اليوم باسم الله سنبدو بتحضر الوصفة ديالنا اللي سنحتاج لها كيمية ديال البتاطا بالنسبة لي فاستعملتها كاربعة ديال حبات ديال بطاطا ديال الحجن ديالهم كبير وكذب قديمة الكيمية ديال البتاطا اللي حسب كلها سيدة والافرد ديال الاسرة ديالها اول حاجة كنديرها كناخد هكا هاد البتاطا غادي نقطعها مكعبات اللي كتكون هكا متوسطة باش هكا ان شاء الله هدغيك الطيب هكا لان انا غادي نسلقها ان شاء الله بالنسبة للاخوات اللي كيفضلوا انهم يسلقوا هكا البتاطا بالقشر ديالها ومباشرة هكا بعد ما كتسلق كيقشروا وكي معكوها فتقدروا انكم تديروا هاد طريقة ولكن بالنسبة لها الطريقة كتكون هكا سريعة ما كتحتاج بزاف ديال وقت صافي بعد ما قطعت هكي فيما شتوا معي فاخديت هنا يكسرون اللي وضعت فيها كيمية ديال الما مع واحد القبصة ديال الملحة غادي ندير فيها كيمية اللي عندي ديال بطاطا وغادي نخليها ان شاء الله باش تسلق وغادي ندوز معكم ان شاء الله نحضروا مع بعضياتنا الحشوة اول حاجة فاخديت هنا كيمية ديال الففلة في الالوان فاخديت هنا يففلة حمرة وفلفلة خضرة اللي قطعتهم هكا مكعبات اللي كتكون صغيرة وإلا عندكم حتى الففلة اللي اللون ديالها كبورت وقاليد تقدروا انكم تضيفوها من بعد غادي نوضع الففلة باش هكا تشحر عندي غادي نضيف لها شوية ديال زيتون فتقدروا تضيفوها كزيت نباتي على حسب الرغبة ديالكم غادي نوضعها ان شاء الله باش تشحر عندي وغادي نضيف لها كيمية ديال خضر فعندي هنا يحب وحده ديال الكورجيت وحب وحده ديال الجزر بنسب الجزر ولكورجيت فانحكيتهم بجيالي كتكون هكا غليظة من بعد ما كتشحر عندي الففلة كيف م勝تم معي فكنطفليها الجزر مع الكورجيت كنزيت عليهم هنا يحب وحده ديال ثنجال اللي قشرت نص ديالها ونص ديالها خلطتوا هكا بالقشرة دياله بنسبة الثنجال كيف ماشتم معي فأنا كنقضع هكتاو مكعبات من بعد كنزيدها كحبة وحدة دي الماطيشة حتى هي مقشرة ومحيدة لها الزراعة دي لها وقطعتها مكعبات كنضيف هنا معلقة دي الربيع عندي هنا يلقى زبرو مع النوس وددت قريبا واحد معلقة او لجوج دي المعلقة دي السلسة دي الطماطم الخاصة بالبيتزا من بعد كنضيف توابل اللي عندي فيها معلقة صغيرة دي التوابل دي التجاج تقدروا دي الحم او اللي تستغنعوا على اليومين مكان شو متوفري كنضيف معلقة كبيرة دي التحميرها شوية دي اللبزة شوية دي الملحة صفية دي التوابل اللي غد ندير وشوفوا معي كيفاش تجي هذه الحشوة بعد ما كنت طيب فكتجي هكا معلقة بنسبة الاخوات اللي ما عندهم مش سلسة دي التماطم اللي غد يديروا هكا في البيتزا فتقدروا تحكوا الطماطم وديروها خدوا ماطيشة واحدة وحكوها وضيفوا لها معلقة صغيرة دي التماطم المركزة وتقدروا تضيفها كوحد شوية دي الزعطر من الفوق كي أعطيها واحد اللي يزوي نبح الحشوة دي البيتزا من بعد ما كنت طبيعا دي الحشوة وفي نفس الوقت كتسلق عندي البطاطا صفيتها وكان معكا هي مازالة سخونة ده بغد نضيف لها ان شاء الله التوابل عندي شوية دي البزار غد نضيف معلقة صغيرة مع مراش دي التحميره بنسبة الاخوات اللي بغوا يديروا البطاطا في اللون ديالها الطبيعي فتقدروا انكم مضيفوش تحميره كنضيف هنا كيميه دي الملح لانني قدرت غير قبصها في اللول فجرتها تسلق ومن بعد كنضيف هكا ثلاثة ديال معلق صغار ديال الخبز المحمص من بعد كنضيف هنا تقريبا غد نضيف واحد ثلاثة ديال معلق كبار ديال زيت الزيتون تقدروا انكم تعوضوها بملعقة حتى الجوج ديال الزبدة لتكون هكا ليينة وغادي نضيف هنا واحد الفاص واحد ديال ثومة اللي حكيتها بنسبة التومة تقدروا انكم تستغنوا عليها حتى هي من بعد كن معك البطاطا من الزيان مع هذيك التوابيل والخبز المحمص تكتب اللي عندي بها تشكل كيف ما كتشوفو معي صاف من بعد كن بقاكة كان شكل كويرات وكتبقى دائما الحجم ديال هاد الكويرات على حسب ان تومة الحجم ديال هاد الوصفة اللي غادي تحضروا بالنسبة لي انا فقد نضيف الحجم ديال هم شوية كبير مشي صغير بززاف صاف اخذيت هنا هي اللاطا ديال الفرن اللي قدرت فيها ورق الزبدة تقدروا انكم تدهنوا فقط لاتا ديالكم شوية ديال الزيت ومن بعد كن بقاكة كان شكل هكا الكويرات من اللي كان سالي فكن اخذ هكا واحد شوية ديال الزيت كان دهني ديال بهم باش هكا ما تلسقش الليال بتطفي ديال وكن بده هكا نحفرهم وكندير على شكل بحل اللي فون ديال اللي تاخت او اللي عشيشات كيف ما كتشوفوا معي فبصراحة كيجي شكل ديالهم زوين بزاف والمدق ديالهم رمان عودش لكم كيجي والدادين لدادين ما غادش تشبعوا منهم وحتى بالنسبة الاخوات اللي بغوها كيحضروا الحشوة اللي تكون فيها كم طبيعة الحال اللحوم فتقدروا تضيفوها مشي مشكل فهاكا تبقى على حسب الرغبة ديالكم اللي متوفر عندكم من طبيعة الحال في البويت ديالكم هناي غادي نشكل كامل هاد الكيميالي عندي ديال البطاطا ونكمل معكم ان شاء الله الطريقة ديال التحضير بعد ما كملت الكيميالي عنديها كادرتها على شكل عشيشات كيف ماشتوا معيا فكناخدها ككيميالي الحشوة كنوضعها في هاد الحفيره اللي درت او اللف الوسط صافي وكن بداها كنعمر فبصرحة واحد الوصفة اللي كتستحق منكم انكم تجربوها كتوجد اول حاجة كتوجدها كبسورة وفي نفس الوقت كيف ما كتعرفو را الكل كي حمق عليها البطاطا كيف مادرنا لها فكتجيزوينه في قاع الوصفات فان شاء الله تجربوا حتى هاد الوصفة صافي من بعد اخواتي فغادي نستفع هاد الخوضر في الوسط وغادي نوضع لها شوية ديال الجبن ديال الموزاري لا تقدروا تضيفوها كالفرمج حمر او الى الفرمج ديال لي صندويتش وحتى بالنسبة الاخوات اللي ما عندهم مش هاد الفرمج فتقدرو اناكم تاخدوها كحبة وحدة ديالبيض مع يوغورت طبيعي شوية ديال ملحة وشوية ديال البزار كتخلطوا المكوينة مع بعضياتهم وكتبقوا هاكا كتديرو هاديك الخالطة كتديروها من الفوق ديال هاد الحشوة صافي كان نستمر بحلكة وغادي نسخل فران على درجة حرارة 180 غادي ندخل ان شاء الله هاد الوصفة ديالي كل شيء عندي تقريبا طيب فغادي نخليوهم في الفرن تقريبا مدة ديال 15 دقيقة ونخرجهم ونوريكم ان شاء الله الشكل ديالهم النهائي وبالنسبة لزين فكيبقى على حسب انتم مره غادي لكم تقدرو دخلوهم هاكا او بلطيفوهم كيف ماشتوا معي درتوها كحبة حبة وحدة ديال الزيتو الأسوات غادي ندخلو ان شاء الله يطيبو نتلقى معكم بشوفوا معي الشكل النهائي ديال الوصفة ديال اليومه وبالنسبة لفرن فاشعلوه من الفوق ومن التحت ولكن حاولو انكم اللطة ديالكم ديروها فقط من الأسفل حتى كيطيبو عندكم بهتشكل كيف ما كتشوفو معي بعد ما كيطيبو الجوب ان كيدوب من الفوق فهذا والشكل ديالهم فبصراحة الشكل ديالهم كيجيزوين بزاف والمدقرة ما نعودش لكم كيجيو لدادين بزاف غير هي واح الملاحظة بالنسبة لك الوصفة ديال البطاطا سوان هكاليك غادة فحاولو انكم دائما من اللي تخرجوهم الفرن ما تهزوهم مش مباشرة لانها ما غاديش تهزو لكم بسهولة حاولو دخلوها خمسة دقائق عا تهزوها ان شاء الله من لطة ديالكم ديال الفرن كيف ما كتعرفو كالوصفة اللي فيها الابيوغي ديال البطاطا فكتبقى هكا قبطة سخونية ديالها مش مشكل ما غاديش تبرد عندكم الوصفة وهدي الوصفة بعدما هكا بردت عندي شوفوا معي القوام ديالها ففعلا كتستحق منكم تجربوها كيف ماشتوا معايير المكوينة ديالها بسيطة بزاف و ان شاء الله تكون موجودة في كل دارو خصوصا الاخوات اللي كيطلبوني دائما على الوصفات اللي ما فيهمش اللحوم فان شاء الله الاقتراح اللي اقترحت لكم ليوما تجربوه الوجبة ديالكم ديال العشاء وعلى شلاف مورندا ان شاء الله تقدرو انكم تحضروها كوجبة للغداء وترفقوها من طبيعة الحال مع شي صالة اللي تكون هكا منعيشها بالخضر بنسبة المكوينة الوصفة فان شاء الله غادي تلقوها مكتوبة في صندوق الوصفة في اول تعليق اسفل هاد الفيديو ما تنسوني شخواتي من اللايك ديالكم وبرتاج لهاد الفيديو باشا كتشجعني نقدم لكم المزيد من الوصفات اشتركوا في القناة